تنضم إلينا من صيدة مراسلتنا سارة شحادة سارة إذن مؤسسة كهرباء لبنان تحذر الإدارات التي لم تسدد مستحقاتها ماذا يعني ذلك؟ ماذا في تفاصيلها؟ نعم لنا أنذرة كهرباء لبنان الإدارات والمؤسسات العامة بوجوب تسديد الفواتير تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن الدفع إذ لا يسع مؤسسة كهرباء لبنان بيع الطاقة الكهربائية إلى القطاع العام من دون أن تقبض ثمنها طلبت منهم أيضا الدفع نقدا وليس بموجب حوالات وذلك في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان المركزي ودعتها إلى تسوية أوضاعها وإلا ستكون مرغمة وفقا للقوانين إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السدد هذه الخطوة جاءت من قبل مؤسسة كهرباء لبنان منعا من الإخلال بميزانيتها العامة وأيضا من أجل التوازن المالي في خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء وطبعا لتسيير المرفق العام بالحد الأدنى الممكن في هذه الظروف الصعبة لكن أشير إلى نقطة وهي تداعيات هذه الخطوة قد تكون خطيرة على القطاع العام في حال فعلا قطع التيار الكهربائي عن الإدارات العامة ما يعني أيضا توقف معاملات المواطنين وتسيير شؤونهم أما بالنسبة لفواتير المواطنين أصبح بإمكانهم اليوم تسديدها بيئة دولار الأمريكي أو بالليرة اللبنانية نقدا بحسب رغبة كل مواطن هذا القرار سيساعد في معالجة مشكلة تأمين السيولة بالعملة الصعبة للمؤسسة أيضا من أجل أن تدفع بدورها مستحقاتها بيئة دولار أو بالليرة في هذا الإطار أيضا وزارة الطاقة أكدت إلى أن ذلك سيسمح أيضا للمواطنين باختيار العملة التي تناسبهم للتسديد ما يحفزهم أيضا على الدفع بالدولار بهدف التوفير خاصة وأن سعر الدولار المعتمد في الفاتورة هو أعلى من السعر المعتمد في السوق السوداء طيب يعني سارة هل هناك خطر من وقوع عتمة شاملة إذن خلال بدايتها الشهر القادم أو الجاري نحن على أبوابه فعليا لا خطر من الوقوع بالعتمة الشاملة خلال شهر تشرين الأول المقبل على عكس ما حذر منه وزير الطاقة وليد فياض منذ شهر وقال أن الحل هو بإدخال باخرة لفيول وإلا سيدخل لبنان العتمة الشاملة اليوم اتخذت مؤسسة كهرباء لبنان تدابير من أجل إطالة فترة استخدام المخزون المتوفر أطول فترة ممكنة مثل على سبيل المثال خفض الحمولة في معمل دير عمار بالتالي ستبقى التغذية خلال شهر القادم شهر تشرين الأول على ما هي عليها أي ست ساعات في بيروت الإدارية وأربع ساعات في بعض المناطق وأيضا ستزيد بمقدار ساعتين في نطاق بيروت الإدارية شكرا لك سارة شحادة كنت معنا من صيدة